قول الله تبارك وتعفى لا تخضعنا بالقل فيطمع الذي في قلبه ما المرض ما المقصود بالذي في قلبه مرض مرض الشهوة هذا مرض الشهوة وهو بعض الناس مجرد أن يسمع صوت المرأة خاصة إذا كان فيه تغنج أو نعومة أو خضوع أو كذا فعلى طول يبدأ يفكر أن تحبني تبيني كذا فيتأثر بهذا فيحاول أن يتصل مرة ثانية أو حاول أن يطيل الكلام معها لما وجد من الراحة بهذا الكلام فالمقصود أن المرأة إذا تكلمت مع الأجنبي فيكون كلامها يكون كل مورد غطاها فقط دود التوسع في الحديث